نبدأ بالمنتخب الجزائري سمحام المنتخب الجزائري الذي تعذب مع المنتخب الموريطاني كل كان يقول أن المنتخب الجزائري ي смож consistingено نزهة مع المنتخب الموريطاني وهذا ربما أثر نفسنا على لاعب المنتخب الموريطاني وشفنا تصريحات حتى للمدارب المنتخب الموريطاني ومنظموا الدفاع ديالهم اعتمدوا على المرتدات الكورات المباشرة الضغط العكسي في حالة فقدان الكورا وثم العودة بدفاع الكتلة المنخفضة خلوا المنتخب دي الجزائر على أنه يعاني ولكن أكبر نقطة لملاحظة الشخصية كنشوف الجزائر عانت منها وهي كتعلق ببعض اللاعبين في المنتخب دي الجزائر وعند جامل بالماضي دامنين الرسمية فقط بالاسم ماشي بالعطاء وتا جامل بالماضي في آخر مباراة فطل هذا الشيء هذا ودخل اللاعبين للعطاء ديالهم أفضل ولكن مع الأسف المنظومة ككل عندها ضغط من تعطر ديال المباراة الأولى والمباراة الثانية وكذلك الاندفع الكل اللي خلهم يكونوا في المباراة الثالثة اللي يجعل فراغات في الضار ديالهم وشفنا المنتخب ديال الموريطاني اللي استغل الكورة التابتة وكذلك التحولات والمرتدات اللي كانوا يعمقوا الجراح ديال المنتخب الجزائري لو لا عدم النجاع والفعالية للمنتخب الجزائري للمنتخب الموريطاني على كلمة وحوش المنتخب الموريطاني للكلمة في محلة أظن بأن السر أنا فاشؤوني صراحة واحد القتالية واحد الجرينتا خرافية موريطانيا اليوم أعطت درس لجميع المنتخبات الإفريقية بدون استثناء بأن الفريق الذي يربح أكبر عدد من النزالات هو الفريق الذي يربح بالمقابلة وأكثر عدد من المقابلات اليوم الموريطانيين يعني واحد ضد واحد دائما كانت الغلبة لللاعبين الموريطانيين جوج ضد واحد كانت دائما غلبة لاعب واحد ضد وجزائريين إذن اليوم تنظر بأن لاعبين الموريطانيين كان كل واحد فيه عشر لاعبين لأنه ربما كانت تور القيل والقال وحسوا بنوع يعني إهانة صراحة يعني إهانة رياضية بأن الكل كان يلقى يقول يعني بأن الفريق سعيد هزيم طريقة وبحصة أداء ونتيجة واليوم أكد بأن رقعة الميدان مرأة هي الفيصل هي الفيصل كإضافة أخي عثمال المباراة السابقة للمنتخب الجزائري يدافع فقط بسبع لاعبين بليلي محرز وبغداد بناجح لا يستحوذ في حالة فقدال الكورة كمنظومة من التي تدافع وعندك نقص عدد اللي هو اللاعب حاضر ولكن لا يشتغل معكم لا يشتغل معكم فقدال الكورة فكيكون تأثير وشفنا التأثير لأنهم آخر مباراة لعبوها بضغط ضغط وندفع هي الكورة علم غير صحيحة كما يقول سيعتمان ترجمة نانسي قنقر